اشتركوا في القناة وقف الحرب بشكل عاجل وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباع والنشر وعليه قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ورد التقرير إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل حيث قرر المجلس الموافقة عليه وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة الموقرة هذا وقد وفق المجلس خلال الجلسة على عدد من الاقترحات برغبة بصفة الاستعجال وتم رفعها للحكومة الموقرة وشيد بالأخوة أصحاب السعادة النواب سواء كانت اللجنة التحقيق التي انعقدت ورئيسها وأعضاءها على دورهم صراحة الإيجابي من خلال منهجية راقية من خلال لقاءات مستمرة عقدوا لقاءات مستمرة درسوا لاقوا اجتمعوا زاروا المقار فكل أي ملاحظة أو أي اقتراح أو أي توصية بتكون مكان ترحيب ومكان إشادة من قبل للحكومة نحن نحاول أن نوضح في النقاش الأمور التي حصلت والمزايا والمكاسب والتي تحققت من خلال هيئة تنظيم سوق العمل هيئة تنظيم سوق العمل قامت بدور وطني كبير في دعم الاقتصاد ودعم العمال الوطنية وتحقيق أفضلية العمال الوطنية وتسهيل خدمات أصحاب الأعمال هيئة تنظيم سوق العمل عليها أنه تسمع لغرفة التجارة بممثلة بالتجار الصغار التعامل يفترض أن يكون بشكل مختلف التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغار والمتوسطة يجب أن يكون بنسبة من الاحترافية وما يكونوا مسلطين عليهم بشكل أو بآخر على أساس تقليل من وجود أصحاب الأعمال البحريني على الحكومة ممثلة في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل الضخ لدماء جديدة من التجار الصغار على أساسهما يتمكنون بشكل أكبر قانون الصحافة من القوانين المهمة المفروض كان يصدر وتأخر كثيرا من 2002 إلى وقت الحالي والمناقشة اللي صارت واللغط اللي صار في الجلسة هذه ظاهرة صحية وبالآكس احنا كلنا مع حرية التعبير وحرية الرأي عموما ولكن هناك في بعض المواد يمكن لعل فيها سوء تفاهم أو مثلا فيها المواد مطاطة أنا كان أود أن تنسحب بعض المواد مادة رغم ثلاثة في التعريفات مادة رقم 16 مادة رقم 90 مكرر كان أفضل من أن القانون ينسحب لكن مادة من القانون ينسحب احنا كلنا صوت واحد ومع حرية التعبير وحرية الرأي احنا متضامنين مع القضية الفلسطينية مثل ما شفتوا اليوم وقفت النواب والتبرع ب50 ألف دينار من مجلس النواب لفلسطين ووقفت النواب اليوم وهذه الكوفية اللي لبسوها النواب ووقفتهم وأخذ التصوير والمداخلات بالنسبة للقضية الفلسطينية كل ذلك يدل أن شعب البحرين مع أهلهم وإخوانهم في فلسطين